تقول يعني أنا في شهر رمضان وهو على الأبواب يعني الرزنامة اللي عندنا تقول أتعمد وأخر الإفطار خمس دقائق وأحتاط للفجر خمس دقائق تقول أنا وزوجي في نقاش تقول ما حكم ذلك أم محمد بارك الله فيك وزادك الله وحرصا أخت الفاضل يعني ما دام أن الرزنامة أو التوقيت الرمضاني صدر من جهة مسؤولة ومركز إسلامي وفيه لجان وعلمة يعني لا تتشددين في هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور ولذلك بالنسبة للفطر بمجرد أن يسقط قرص الشمس أفطر الصائم أفطر الصائم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فقد أفطر الصائم والنبي عليه الصلاة والسلام علق سنة كونية قدرية بالحرص على التبكير في قضية الإفطار ونهى أن يؤخر الإنسان الإفطار حتى تشتبك النجوم وإنما يفطر مباشرة ولا يتشدد الإنسان السحور الأمر واسع في هذا الأمر واسع لكن أيضا من الخيرية أن يؤخر الإنسان السحور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل